موسائي رضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم قبتلكم وصفة حاجة جدا روعة اليوم قبتلكم سنبوسة حضرامي بس ايش هادي السنبوسة الحضرامية هادي السنبوسة اليوم بحشوة الحنيد اكيد مش حنيد اللحم حنيد السمك اسمك هذا الحنيد حق الحضارم تعرفوا يقبوا سمك التمد وحطوه بالفرن بعد ان يعني خلونه ينشاف ويتقفف بعد انطلعوا عنه بالشمس نحنا ما علينا من الطريقة يتباعه قاهز او ممكن تعملوا يعني ان شاء الله ناخد طريقته طبعا انا عندي واحد مطحون تمام مقروش ناعم والتاني عنديك شوية كبير فطحنته حاجة بسيطة ممكن تضقوه بالملكد او الهون يعني تخلوه ناعم مع مقروش ما تخلوه ناعم مع مقروش ما تخلوه كتير يعني كتير خشن بكسر الاسنان وهنا تعالوا نبكي قليل ونقطع البصل اكيد حشوة سنبوسة اكيد بصل كتير طبعا عندي اني هذه القطاعة بس الحضارة ما عندهم هذه صناعة حضراموت صناعة محلية تقطع كمان حلو طبعا الطريقة كله بقول لكم من عطتني اياها في اخر الفيديو شوفوا اخر الفيديو هنا قطعت البصل شريح ممكن تقطعوا مكعبات يعني عادي بس شريح احلى هنا قبت مقرو وحطيت الزيت وهنا هدي الطريقة اللي اخدته من اروه الله يسعدك يا اروه بحكي لكم بعدين من هي اروه هنا حطيت زيت وحطيت البصل البصل لازم يكون لونه ذهبي تمام يعني خلوه لونه فاتح بس مش ذهبي محمر لا وهنا دا تحبوه يكون الحشوة كده فيها سبايسي كده حارة او تلهب حطوله فلفل حار يعني مفروم ناعم او يكون عرق فلفل اشرخوه بس او افتحوه شوية ما بيكونش ما بيطلعش تلهب كتير هنا شوفوا رقع البصل دهبي لان اش بضيف بضيف الحنيد اللي طحناه قرشناه شوفوا انا حطيت اربع اربع بصلات اني ضفت ثلاث ملاعق كبيرة حنيد الحنيد يكون اكتر طعمه باين اكتر من البصل وهنا ضيف رشة من الملح مرات الحنيد يكون مالح انتبهوا فاذا حنيدكم مالح لتضوفوش الملح كتير يعني حاجة بسيطة وضوفوه ربع يعني ربع حبة طماطم عرفتو ربع حبة طماطم مفرومة ناعم وضيف كمان نص ملاعقة صغيرة من الهيل وكمان رشة من الفلفل الاسود فقط هذي بهاراته مفي باش اي بهارات وخلص خلوه اول ميدبل كده الطماطم وينشاف خلاص طفو عليها وتكون الحشوة جاهزة طبعا بتظهر لكم صورة هذي الصورة تبع ارواع انا قاسة اعمل مقارنة يشبهوا بعض صح قولوا الارواع انه تشبهوا بعض وهنا راسل ارواع وقولي انه يعني كيف وصلت بالوصفة انه تمام ولا لا وهنا الان نعمل السمبوسة اللي هي نعمل سمبوسة تلبف عندي كوب من الدقيق وملعقة صغيرة من النشأ وربع ملعقة ملح وكمان عندي ماء الماء اللي بعقين فيه بضيف له ملعقة صغيرة خل وهنا عندي نص ملعقة زيت ونص ملعقة سمنة تقدروا هي ملعقة كبيرة يا زيت يا ملعقة كبيرة سمنة بس اني جمعت بين الزيت والسمن ومن نقاح سمبوسة تلبف او سمبوسة العقين هذي لازم تفركوه الدهن بالدقيق نفس كده تدخلوه تمام سواء كان زيت سمن زيت وسمن زي ما عملت لازم تفركوه وكمان الان بضيف الماء بالتدريق عقينة تلبف تكون قاصية شوية متماسكة يعني اقصى منها عقينة الخبز عرفتو تعرفو ازا عقينة ايه زي عقينة المنتو اذا انتم معارفين نفس عقنات المنتو فتكون متماسكة بعنهي لما ترتاح العقينة هي بتطرى معاكم فاني الان بس اضيف الماء بالتدريق اول ما انتمت معي العقينة تمام انتمت خلاص شوفوا كيف العقينة يعني من زي الفطاير طريا ولا زي الخبز يعني لأ متماسكة تحسوها اول شي لا تشرب الزيت اذا كانت طرية تشرب الزيت و اذا كانت طرية تطرى معكم لا تكون مقرمشة لكن هذه الطريقة تجلس معكم مقرمشة فترة طويلة خلاص الان بخليه ترتاح كده نص ساعة ربع ساعة و ببدأ اشتغل فيها على بل ما نشوف الشغل اللي معايا او نشوف ايش معانا تمام خلاص غطيته و خلاته ترتاح وهنا بعد مرتاحة عقينتنا ايش معانا معانا القطاعة اذا متوفر معاكم دي القطاعة حلو و اذا مش متوفره معاكم تقدروا تفردوا العقينة كامل زي المستطيل وتطبقوا وفق بعض هذه الطريقة موجودة عندي لفيديو بس بحشوها غير بحط لكم اياها بصندوق الوصف شوفوا كمان الفيديو كيف انا فردت يعني في طريقة ثانية لكن هذه عملت زي الاستوانات كأني بعملت تتذكر وما عملت عقينة المنتو نفس كده وقطعت كده دوائر وقلست وضغطة وخلاص ببدأ افرد كل دائرة وعمل بالقطاعة حق السامبوسة اللي عندي تمام نفس كده وشوفوا كيف ما شاء الله كيف طرت العقينة بعد مرتاحة هي كانت متماسكة بس لما ارتاحة رقعت طريقة وحلوة كمان كده بديت اغطيها عشان ما تنشفش وبدأت اخذ كل واحدة وافرده شوفوا بقول لكم حاجة الفرد حق العقينة يكون رفيع لازم تخلو انه رفيع لكنه مش شفاف لانه خلتو انه كتير شفاف يعني خفيفة لما بتقول حطو الحشواء الحشواء ممكن تتقطع يعني تقطع العقينة لكن لازم يكون رفيع اذا كانت ساميكة خلتوها بتقع عقين لكن لما تخلوها رفيع وبالنفس الوقت مش شفافة ان شاء الله تكونوا فهمتوا علي بتقع مقرمشة وحلوة كمان ومستحيل انه تتخزق معاكم لكن لو خلتوها خفيفة تباني الحشواء ممكن تتخزق معاكم عرفتو كيف فهي تكون رفيع لكنها مش شفافة نفس كده ان شاء الله يكونوا فهمين علي ولازم لما تقول قفلوها حطو لي ماء احطيات يعني عشان تلتسق اذا انتم ما فردتوهش بكثير دقيق بتتقفل معاكم لكن اذا كثير رشيتوا دقيق وفردتوها بتحسون انه ما بتتقفلش تمام ممكن تفتح معاكم لكن انتم حطوا ماء الاحطيات واقب يعني الحذر ولا الشقاعة زي ما نقول حطوا شوية ماء وقفلوها نفس موضح لكم شوفوا كيف افرده شوفوا كيف اخليها رفيعة فيفا شفافة هكده مضبوطة تطلع معاكم ولما تكون العقينة حلوة الصراحة تطلع روعة وكمان الحشوة مش خلص يعني هو تخلو لنام كده معباية كتير الحشوة الصراحة لما تكون كتير معباية مرة تخرج من العقينة فايش خير الامور اوسطها طبعا انتم تقدروا تفرزنوها بس انا قليت على طول كيف تقلوها ازاي تكون حامي زي كأنكم بتقلو بطاطس تمام ولازم شوفوا على حبة حبة وطفشوها هي ما تتقلبش هذه السنبوسة لا تنرش زلبة خمري لازم ترشوها بالزيت او ما تقتلبش خلص رشوها بالزيت تتحمر من فوق ومن تحت عن طريق الرش ومن نجاحة انكم تقلوها حبة حبة صح انها متعبة لكن انا لما قلي كمية ما تضبطش معايا فلما اقلي حبة حبة ما شاء الله تنتفخ وتقعم قرمشة وحتى التحميرة حقها تطلع حلوة انا حبة زي كده لونة بس انتم تقولوا تخلوها فاتحة بعضهم تخلوها فاتحة وما شاء الله اسمعوا القرمشة وصوت القرمشة رهيبة عن سنبوسة الحنيد لي ناسي يعني لي محبيني مش الكل يحبه لكن لذيذة جدا واني بصراحة تعلمت من ارواء ستايل ارواء ستايل كوافير هي او ميكب ارتس دايما نقول الحين نحنا نقول ممكيجة عملتلي المكياج في زواقي زواقي يعني وكان جدا رعا تسريحة ومكياج ميكب يعني نحنا نقول بعدا مكياج مكيجة مكيجني وفعلا كان جدا حلوة قد زارتني في مصر وفطرنا مع بعض في رمضان وقابتلي سنبوسة الحنيد اللي كانت جدا حلوة واخدت مننا الطريقة عشان نعملي قلت لي المتابعين الحلوين والله يعطيها العافية ما قصرتش وعطتني الطريقة ما شاء الله سبارك الله طلعت تقنن وهنا سويت اني طبعا كنت خارقة وفطار هذا للصايمين عملت محشي كروم او ملفوف وعملت الكيكة هادي ما رضتش تنتفخ اللي مدري كان مع ترند شفتوا ترند رمضان المكشوفة والمكسوفة اني اليوم عملت الكيكة المفتوحة بقدي يعني بس كانت لذيذ طعمة بس ما انتفختش لاني عملت بقالب اكبر من كميته هذا اليوم الفيديو اذا عقبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرص الاشعارات ولايك وكومنت هلو منكم